أنا عندي شقة مأجرة للبريد أعتقد من سنة 1980 ينفع طردهم منها ولا لأ؟ آه ينفع ينفع ما هو دقاء التعديل اللي تم الجديد كان فيه حكم محكمة دستورية صدر بأن الشخص الاعتباري اللي مأجر ينتهي العلاقة الإيجارية تمام؟ هذا الأمر وكانوا قالوا إيه؟ وعلى مجلس الشعب إنه نزلت شريع تمام؟ ينظم الموضوع مجلس الشعب ما نزلش حاجة تشريعية لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها تمام؟ فأصبح من حق أي شخص مأجر لشركة لشخص اعتباري أيا كان قطاع خاص أو عام تمام؟ إنه ينهي عقد الإيجار القديم اللي كان مفتوح ده فعليه صاحب البيت إنه يشوف عقد الإيجار ده مدته إيه؟ مشهرة يعني شهر بشهر يبعت لهم إنذار إنه مش هجده للشهر الجاي لا فيه تلاقي عقد إيجار من الأدامة كاتب لمدة ثلاث سنين هنشوف آخر ثلاث سنين هيخلصه إنته بعد لإنه لو رفعت قبل كده إنه العقد كده بيجدل ففي الغالب هتلاقي كل العقود معمولة مشهرة أو حتى المدة هنستنى المدة اللي بقية السنة أو السنتين ويرفع وده تعديل جديد لسه طالح يعني أو ده حكم المحكمة دستورية أجاز إنك ترفع دعوة طرد على الشخص الاهتبال فإن شاء الله يكسبها بسهولة جداً والأمر ده بقى لذيذ ده برضو بيخفف حتة الأمد الطويل اللي بيعضوه الجهات اللي هو شخص احتماله ده ما يموتش البريد هيموت مش هيخلص